اشتركوا في القناة مشيرا إلى أن الكلمة السامية تجسد الحرص المتواصل من لدن جلالة العاهل المعظم على دعم ومساندة الجهود نحو بناء العلاقات الإنسانية ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن المملكة ستواصل مسعيها النبيلة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وجهود الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونوهم عليه بالجهود الدأوبة التي تقوم بها السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من أجل مد جسور الروابط وبناء العلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة